موسيقى طابة أوقاتكم ما هو وضع الصناعة النفطية وصناعة الغاز والمعادن في السودان بعد أن انفصل الجنوب الغني بهذه المعادن وبشكل خاص بالبترول أو بالذهب الأسود هل تحول السودان من بلد نفطي إلى بلد يستورد النفط بل ربما يعاني من اختناقات في الطاقة بسبب شحة الموارد ترى هل يبحث السودان عن بدائل للطاقة كما تبحث الدول الأخرى كم يبلغ حجم إنتاج السودان بعد انفصال الجنوب في السوق النفطية علما بأنه ليس عضوا في منظمة أوبيك لكنه ينسق مع هذه المنظمة للحديث عن هذه القضايا يسرنا أن نستغيف هنا في استوديوهات أرتي في موسكو الأستاذ أزهري عبد الله وهو وزير النفط والغاز والمعادن السوداني مرحبا بكم هنا في استوديوهاتنا وزيارتكم استهرقت يومين ربما هذا هو اليوم الثالث والتقيتم بنظرائكم وبمسؤولينا في مجال حقل الانتاج النفط والغاز بودي أن أسأل ما هي حصيلة هذه المباحثات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا أولا أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة في هذه القناة وأرجو أن أحيي جميع الذين يشاهدوننا الزيارة حقيقة هي في إطار تعاون بين السودان وروسيا الاتحادية وأنا جئت إلى هنا بصفتي رئيسا للجانب الوزاري السوداني وسبقتني لجنة فنية تعاملت مع نظرائهم فيما يتعلق بكل المواضيع التي تدارستها الحمد لله رب العامين كان اجتماعا ناجحا بكل المقاييس التقيت نظيري وزير الموارد الطبيعية بالأمس وتفاكرنا في الأمور وتمكننا ونحن الاثنين الجديدون على هذا الأمر فراجعنا كل الذي تم من قبل وتمكننا من أن نتوافق على الذي يعني من المواضيع الذي يكرر في كل اجتماعات السابقة وهذا هو الاجتماعات السادس وتوافقنا على أن يكون من هنا وصاعدا إن شاء الله الأمر يكون فيه جدية والمتابعة الحقيقية حتى تكون هناك مساريع مفيدة للبلدين والآن أقول في مجال المعادن لأول مرة يكون هناك نتيجة على الأرض هناك شركة الآن روسية تعمل في السودان وتنتج لأول مرة وبسرعة فائقة تنتج حوالي اثنين طن من الذهب ولكن توافقنا على المساريع الأخرى في مجال النفط والغاز والتعليم والصناعة والزراعة في مجال النفط والغاز سنتحدث عن الذهب السودان غني بالذهب هكذا هو معروف كانت هذه الصناعة ربما بسبب سطوة النفط لم تولى اهتماما كبيرا هل جرى التوقيع على اتفاقيات بينكم وبين الجانب الروسي في مجال النفط والغاز؟ توافقنا إن شاء الله يوم الثلاثان القادم يوم الثمانطاشر في هذا الشهر سيزولني وفد من شركة ترورز جيولوجي وهم يمثلون الجانب الحكومي وهم يمكن أن يكونوا رأس الرمح لكل الشركات الأخرى غاز بروم، لوك وسنلتقي إن شاء الله في مدينة بورت سودان على البحر الأحمر في السودان هذا الاجتماع هام جدا جدا وهذا الاجتماع سيكون بداية انطلاقة إن شاء الله للتعاون في مجال النفط استخراج النفط في السودان من قبل الشركات الروسية؟ نعم حسن وتبادل بينكم وبين شركة غاز بروم والشركات الأخرى؟ نعم هذا الاجتماع في يوم الثلاثة القادم سندرس فيه مع بعض مسألة بناء مصفاة لتكرير الخام في بورت سودان بساعة تكريرية 200 ألف برميل في اليوم نعم لكن هذه بداية هذا المشروع هم سيأتوننا إن شاء الله بمقترح نناقشه هناك فنيا وماليا وتمويله لكن في مجالات استكشاف وإنتاج النفط إن شاء الله شركة روز جيولوجي روز جيولوجي هي تستكون نعم ما ذكرت الممثل الذي نتفاوض معه في الدخول في مربعات منها مربع 15 وهو غني بالغاز مثبت من عام 1974 في بئر من الآبار فيه وهذا الاكتشاف كان قامت من شركة شفرون الأمريكية عام 1974 نعم في واحدة من الآبار في مثبت 400 بليون قدم مكعب من الغاز وأخرى فيها أكثر من 100 برميل من الغاز المكسف سنتفاض مع روز جيولوجي وهي إن شاء الله تكون يعني هل لو تسمحون هل سيعوض هذا الانتاج أو الاحتياطيات غير المكتشفة والضقمة للغاز عن فقدانكم للثروة النفطية التي ذهبت إلى الجنوب أخي السلام الآن السودان الاحتياط الذي هو مؤكد في السودان مليار و600 مليون برميل هذا احتياط مؤكد يعني يمكن أن ينتج إلى سطح الأرض السودان أنا أتكلم بعد الانفصال السودان بوضع الحالي ما نقبنا عنه في الأرض التي يمكن أن يوجد فيها نفط وغاز أقل من 15 إلى 20% وبالتالي لك أن تتخيل حجم المخزون الذي يمكن أن يوجد في هذا البلد إن شاء الله في المستقبل أنا لا أقول أن هذا يعود لكن هذه بداية إن شاء الله سبحانه وتعالى ليس للتعويض فقط نحن الآن نطمح في أن نصدر مرة أخرى من السودان في وضع الحالي حسنا أنتم عانيتم في هذا العام من شحة مواد الطاقة نعم وبل أدى ذلك إلى اضطرابات وإلى احتجاجات شعبية وكأن الحكومة غير قادرة على تلافيها أولا ما هو السبب باختصار وكيف عولجت وهل انتهت المشكلة نعم في السودان نحن لدينا مصفى من شقين شق يكرر الخام الثقيل وشق آخر يتعامل مع خام مزيج النيل وهو خفيف وليس به شوائب شوائب ولا مواد كيميائية غير محبزة في السوق يعني الشقين هذان التعامل في صياناتهما تتم بشكل دوري فكنا حسب البرنامج أوقفنا أحدهما للصيانة الدورية وكان يعمل الشق الأخر ولكن كآلة أو كجهاز حصل عطل أثناء صيانة الجزء الآخر وبالتالي تعطلت المصفى وهذه لأول مرة تحدث المصفى بالكامل والمصفى هي توفر للسودان حوالي 60% من استهلاكه الداخلي ويستورد حوالي 40% فصار فجأة علينا أن نوفر الكمية كلها المطلوبة 100% وليفترة شهور والترتيب لذلك يحتاج لمواعين للتخزين يحتاج لترتيب أكبر لنقل المواد من بورت سودان إلى داخل البلد كل هذه أدت لأن تكون هناك أزمة طاحنة وعولية الحمد لله المصفى الآن تعمل بطاقة الآن لا توجد مشكلة نقص في الوقود هناك مشكلة ولكن أنا أتكلم على المشكلة التي انتقلت إلى العالم جميعا وانت تحدث عنها الآن هذه المشكلة كانت تفاقمت لهذا السوبة التي ذكرت لكن المصفى الآن تعمل بصورة جيدة وممتازة وليس بها أي مشكلة حسنا سمعنا أن السودان قد تلقى وعودا من أشقاء عرب بمساعدته في هذه الأزمة أولا هل وصلتكم مساعدات والسودان قدم الكثير من دماء أبنائه في خدمة قضايا العرب أنا حسب ما أعلم لم تصنم مساعدات وكانت فعلا هناك كان هناك طرح مثل الذي قلت ولم يحدث أن استلمنا شيء بحسب علمي يعني وأنا وزيرا للنصف والغاز وأنا حقيقة تقلت هذا المنصب من شهر مايو الماضي في فترة أنا لم أستلم شيء من أي دولة من الدول الخارجية إلا من تركيا تركيا تبرعت تبرعا رمزيا بـ 15 ألف طن في أثناء الأزمة ونحن نشكر لهم ذلك شكرا جزيلا أما فيما يتعلق بأن السودان تبرع والدماء السودانية فأنا أقول أخي سلام هذه الأشياء تتعلق بكثير من الموازنات وكثير من الإجراءات والعلاقات السياسية والتقاطعات فأنا لا ألوم أحدا ولكني أقول أن لكل دولة تقديراتها الخاصة التي تتعلق بسياساتها الداخلية يعني هل تعتقدون بأن هذه الدول تعرضت إلى ضغوطات أميركية خاصة وأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان لا تزال في غالبيتها سارية والله فيما يتعلق بلولايات المتحدة الأمريكية أستطيع أن أقول أن الآن هناك توافق كبير ونحن نتعلم أن في أكتوبر 2007 تم رفع العقوبات المفروضة على السودان لمنذ 20 عاما خاصة فيما يتعلق بالشق التجاري والبنكي والآن أقول لك يوجد في السودان شركة بيكر هيوز هي من أكبر أربع شركات على وجه الأرض تتعامل في الخدمات البترولية في الحقول وهي موجودة والآن تزيد في استثماراتها فبالتالي والآن مع الجانب الأمريكي دخلنا في ما يسمى بفيستون دايلوج ويصير بشكل جيد جدا جدا حسب ما علمت من أخي وزير الخارجية ونتطلع إن شاء الله سبحانه لأن يرفع اسم السودان مما يسمى بقائمة الدول التي ترعى على الإرهاب إن شاء الله قبل نهاية منتصف العام القادم يعني لماذا هذا السقف الزمني إذا كانت الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن السودان لا يرعى الإرهاب ولم يرعى الإرهاب سابقا لماذا تضع سقفا زمني أنا لست متأكد أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن السودان لم يرعى الإرهاب يعني لكن جزاك الله خير أن نسكر لك ذلك أنا أقول هناك إجراءات هذه إجراءات يطلبون وهم وهي وهناك جدول لهذا الأمور حتى أنهم يتحدثون عن قيد زمني لأن تستكمل كل هذه الخطوات ونحن مما نراه الآن وحسب إفادة إخوتنا في وزارة الخارجية السودانية أن هذا الأمر إن شاء الله لا يتعد ست إلى سبعة إن شاء الله مع روسيا هل سيتم التعامل بالعملات المحلية لتجاوز العقوبات لأنه هناك مشكلة كما هو معروف تواجه السودان هي عدم قدرتها على استخدام نظام التحويلات الدولي سويفت وبالتالي ممكن وبالمناسبة قد تقع روسيا في نفس المشكلة إذا واصلت الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة سياسة العقوبات والحصار ضد روسيا هل جرى الاتفاق على هذا الشكل من أشكال التعامل في هذا الاجتماع تم التواصل ما بين البنكين المركزيين في الدولتين وكان اجتماعا ناجحا نعم توافق على الكثير من الأشياء الآن نحن نتطلع لأن يكون هناك تعامل في الجوانب المالية والاقتصادية والاستثمارات الروسية في السودان والعكس ولكن هذا يتطلب سلاسة في التعامل المالي الحمد لله رب العالمين تم الآن توافق لأن يكون هناك تعامل مباشر ما بين البنكين وإن شاء الله هذا يقود ونحن نتطلع إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون العملتين السودانية والعملة الروسية ومن العملتين التي يمكن أن يتعامل معهم المستثمرين بشكل في حرية إن شاء الله سبحانه وتعالى نعم فيما يتعلق بالأزمة الأزمة الأزمة الوقود يعني قرأنا كما قرأنا في الصحافة السودانية مثل هذه المقالات التي تعتب على الحكومة أنها تقدم الكثير من دماء أبنائها دون أن تحصل على فوائد مالية هذا طبعا شيء سوداني في نفس الوقت هم يقولون أن الحكومة على مدى سنوات طويلة لم تستثمر الثروة النفطية حتى في الفترة التي كانت غزيرة بفضل أن سودان كانت بلد موحد في التنمية هل هذا صحيح؟ ألا أن مشاريع التنمية كانت متعثرة أو شبه معدومة؟ أنا أقول أن الكثير من المشاريع قد نفزت خاصة في مجال البنيات التحتية الكثير من الطرق عبدت الكثير من الكبار والجسور قد شيدت ولكن لا أخفي أن دائما عندما تنظر إلى الوراء تستطيع أن تقول والله كان يمكن أن أفعل هذا وأن أفعل ذلك وكان يمكن أن أرتب الأولويات بالشكل الذي يخدم المصالح العامة بشكل مختلف لكن الذي تم أنا أفتكر أن تم إنجاز كبير وضخم ولكن لا يعني لا لا أزيعه سرا إذا قلت أنه كان يمكن أن مثلا نركز على الجانب الزراعي والسودان معروف بإمكانياته الزراعية كان هذا سيكون له عائدا ضخما يعني يقال أن السودان يستطيع أن يغذي نصف القارة الأفريقية وأغلب البلدان العربية نعم إذا أنتج إذا تطورت الزراع فيها هذا صحيح؟ هذا صحيح هذا مؤكد السودان به أكثر من 200 مليون فدان أرض صالحة للزراع المستغل من هذا أقل من 30% المياه توجد في السودان بكميات يعني على وجه الأرض من الأنهار المختلفة ويمر بها نهر النيل وهو معروف والنيل الأزرق والنيل الأبيض وفروع أخرى كثير ويخطر على السودان في كل عام أكثر من 104 مليار متر مكعب من الأمطار مياه الأمطار فهذا يعني لوحده يدل على أن هناك يعني مجال ضخم جدا جدا للإنتاج الزراعي في السودان وأنا أقول أن هذا الجهد بدأ لكن لم يبدأ بالقوة التي ينبغي أن تتناسب مع هذه المقدرات ولكن الآن هناك عزم أكيد وخاصة في هذه الحكومة التي هي تضم أطياف كثيرة من الألوان السياسية الموجودة في السودان هناك عزم أكيد لأن نتجه في هذا الاتجاه وهناك مجهودات ضخمة والآن بدأنا نرى خاصة في هذا الموسم الذي مضى نرى إنتاجا وفيرا من كل المنتجات الزراعية إن شاء الله سيدخل الأسواق ويفيد البلد إن شاء الله فيما يتعلق بصناعة الذهب تقولون أنكم اتفقتم يعني الدولة السودانية اتفقت مع شركة روسية وبالتالي سيزداد إنتاج وهو الآن ينتج بكميات معقولة جدا توجد مناطق أعتقد متنازعة عليها وهكذا نقرأ بينكم وبين مصر وهي مناطق غنية أيضا بمناجم الذهب أولا كيف ستحل هذه المشكلة إن كانت في قائمة وتقديراتكم لحجم الإنتاج من الذهب الذي طبعا هو أغلى من النفط لا شك في المحصلة النهائية نعم الشركة الروسية هي شركة كوش اسمها كانت تسمىها كذا قبل الانتاج والآن هي تنتج قرابة الطنين من الذهب وهذا مشروع نحن نفخر به في ثمرة التعاون ما بيننا وبين دولة روسيا فيما يتعلق بالحدود المتنازعة عليها والمناطق المتنازعة عليها أنا حقيقة ليس لدي علما مؤكدا بأن هناك ما تتحدثون عنه من معادن في هذه المناطق المختلفة سواء كان مع مصر أو خلاف مصر ولكن أقول ما بين الدول هذه الأشياء موجودة ومتعارف عليها ونستطيع أن نرى حتى في محيطنا محيطنا الإقليمي الكثير من الخلافات والتي دائما الناس يتغاضون عنها وإلى أن يحيين الوقت لعلاجها بشكل نحن حقيقة لدينا قناعة تاريخية بالوثائق أن الأرض المتنازعة عليها هي أرض سودانية ولكن أنا أترك هذا للقنوات الرسمية السودانية في وزارة خارجية والتعامل مع الأمم المتحدة في هذا الأمر بالنسبة لوضع الذهب في السودان أنا أرجو أن أوضح أن الذهب سبحان الله في السودان بدأ مع بعد أن وضعت الحرب أوزارها والتمرد في مناطق مختلفة من السودان كان الناس يحاولون إلغاء الألغام التي وضعت أثناء الحرب وأثناء هذا الحرب كانوا يشاهدون هذه التلتمع الأشياء الصفراء يعني هم يجلون الألغام فيعترون على ذلك يععترون على الذهب وهذا الإنتاج للذهب أنا أقول بدأ في عام 2010 يعني هل أن الذهب بهذه الطريقة يعني ظاهر على وجه الأرض هذا على السمك الرقيقة نتكلم عن أمتار في سطح الأرض وأقول هذا على مساحة السودان كلها ولما انفصل الجنوب وذهب بـ 75% من إنتاج النفط حقيقة حل الذهب مكان هذا الخط والآن نحن الدولة الثانية لإنتاج الذهب في قارة أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وهذا شيء مقدر وأنا أقول ما نعلمه الآن عن وجود لإحتياطيات الذهب والمعادن الأخرى المختلفة في السودان نحمد الله عليه الحمد فهو قد حبان بزخيرة اقتصادية إن شاء الله تنفع أيال وأيال في هذا البلد الكريم حسن يعني ولديكم ثروة أخرى هي الصمغ السوداني الذي حتى حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان استثنته لأنه بحاجة لتصنيع الكوكاكولا نعم لماذا لا تصنعون منه كما يصنع إلى أمريكان الصمغ العربي وخاصة الصمغ الهشاب طبعا الصمغ ينتج من عدد كبير يعني من حوالي 22 شجرة مختلفة نعم بس الصمغ الهشاب اللي هو أجود أن مع الصمغ هذا الصمغ لا يوجد إلا في هذه الحزام في السودان نعم وكما أسلفت يعني الأمريكان يعلمون جودة هذا المنتج ويعلمون السر في صناعة كوكاكولا نعم السر في صناعة كوكاكولا ومدخلات كثيرة في أدوية مختلفة ومستحضرات تجميل وكذا لكن كما ذكرت في كوكاكولا نحن في السودان حقيقة يبقى لنا أن نطور هذا الأمر ويبقى لنا إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نستفيد من هذه المقدرات ونحولها بدلا أن نصدرها خام أن نصدرها بقيمة مضافة وهذا ما تعمل فيه هذه الحكومة الآن وإن شاء الله يرى النور هذا الأمر وفيه ليس في الصمع العرب في كل المجالات مجالات النسيج مجالات الثربة الحيوانية الهائلة السودان يتمتع بأكثر من 160 مليون رأس من الثربة الحيوانية تصدر خام في كثير من الأحيان كل هذا ينتظر من إن شاء الله العمل الجاد والنهجة الموجودة الآن في توجه الدولة والحكومة إن شاء الله للاستفادة من هذه الأشياء وتصديرها بقيمتها المضاعفة التي غالبا ما تعود أضعافا مضاعفة من القيمة التي نجنيها من التصدير للخام نعم حسنا تقولون أن هذه الحكومة هذه الحكومة هي حكومة وفاق وطني نعم وسبق وأن كانت هناك حكومات في السودان أيضا تحمل نفس العنوان العريق ما الذي يميز هذه الحكومة عن سابقاتها بحيث أنكم تعقدون عليها أمالا كبيرة هذه الحكومة نتجت بعد حوار سمى بالحوار الوطني الذي استمر لأكثر قرابة الثلاث أعوام وكان حوارا جادا اجتمل على كل الجوانب التي فيها خلاف وتوافق من توافق وشارك في هذا الحوار على ثوابت رئيسية تتعلق بخطة استراتيجية وتتعلق بكينونة هذا السودان وال33 مليون سودان الذين يجنون في هذا البلد توافق هذا الجمع على ذلك والباب مفتوح للذين لم يكونوا وبالتالي الحكومة هذه التي تقوم فيها أطراف سياسية مختلفة وهذا لم يحدث منذ فترة بالرغم من أن كما أسلفت كانت هناك حكومات مختلفة وبالتالي هناك جهد مشترك هناك توافق في أن المصلحة العامة هي التي يجب أن تسود لهذا الشعب الكريم وبالتالي توجه الحكومة كله الآن مصبوف في هذا الاتجاه يعني هل نتوقع أن يكون لكل سيدة وفتاة سودانية قراط من الذهب بسبب هذه الفورة من الانتاج باعتبار باعتبار أبناء البلد هما أولى من يستحق بمنتجاته أنا أقول قبل ذلك إن شاء الله سيكون لهم حياة كريمة ستكون لهم مقدرات استثمارات تفيدهم في الاستفادة من خيرات هذا البلد العظيم الذي يسخر كما يعلم العالم جميعا بمدخراته الطبيعية الموجودة حتى يكون السودان إن شاء الله في مصاف دول العام الأول بإذنه سبحانه وتعالى هذا يتطلب جهت ويتطلب تخطيط مدروس ويتطلب بعد ذلك متابعة وإنجاز ومن بعد ذلك إن شاء الله ستكون القراطات في أعناقهم والخاتم بإذن الله سبحانه وتعالى أكيد تستحق المرأة السودانية ليس فقط الذهب وإنما كل الجوار الكريمة والألماز بارك الله السؤال الأخير وبأقل من دقيقة انسحبت قطر من أوبك برأيكم كخبير لا أسأل هناك كوزير ماذا يعني ماذا تعني هذه الخطوة في ضو العدم محبة الإدارة الأمريكية لمنظمة أوبك نقولها كذا نعم طبعا السودان ليس عضوا في أوبك ولكن كما سلفت أنت نحن نتعام معهم أنا أقول أي عضو في أي منظمة ما كانت وخاصة في أوبك ينسحب سيكون لذلك آثار ولكن أقول هذه المنظمة التي لها عمف طويل ولها تاريخ طويل تستطيع أن تتعامل مع كل المتغيرات والمتغيرات حتى متعلقة بالجيوب بوليتكس الذي هو الآن يحكم الكثير من الأشياء التي تتعلق بهذه السلعة الاستراتيجية الاقتصادية السياسية يعني الروسيا والمملكة العربية السعودية كما تعلمون ينسقان بشكل حيوي وإن كانت روسيا ليست عضوا في الأوبك من أجل الحفاظ على سعر معقول للنفط وبالتالي خدمة مصالح الدول المنتجة والمصدرة شكرا جزيلا لكم الأستاذ أزهري عبد الله وزير النفط والغاز والمعادن السوداني على هذه الإضاءات ولكم أعزائي المشاهدين أطيب التحيات وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأمنيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر